بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قناة سهيل أهلا بكم أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ تابعا لمينشي الحوث الإرهابية جنوب البحر الأحمر وقال المتحدث بسم التحالف العقيد الرقم تركي المالكي إن بحرية التحالف رصدت محاولة للميليشيا بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد وأضاف العقيد المالكي أنه تم تدمير زورق المفخخ والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت ميليشيا الحوث الإقلابية باتجاه مدينة أبهى جنوب السعودية وأوضح الناطق باسم التحالف تركي المالكي أن عملية الاعتراض والتدمير نتج عنها تساقط بعض الشضايا على مطار أبهى الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين هذا وجددت الحكومة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة العمل على إدراج الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضمن قوائم الإرهاب وأوضح وزير الإعلام في تصريح صحفي أن الهجومين الفاشلين الذين خططت لهما ميليشيا الحوثي بالسهداف مطار أبهى بطائرة مسيرة مفخخة والسهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر باستخدام زورق مسير يؤكدان النهجة الإرهابية والدموي للميليشيا وطالب الوزير الإيرياني المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حزيمة إزاء استمرار جرائم ميليشيا الحوثي وتصعيدها المسلح في مختلف الجبهات والهجمات التي تطال الأعيان المدنية وتسادف المدنيين وتهدد الأمن الإقليمي أفشلت القوات المشتركة بالحديدة هجوما شنت ميليشيا الحوثي وقالت مصادر عسكرية أن مجموعة قتالية جديدة للميليشيا الحوثية شنت هجوما على منطقة الجبلية تابعة لمديرية التحيطة جنوب الحديدة وإن القوات المشتركة اشتبكت معها وكبدتها قتلى وجرحى وأجبرت بقية العناصر المهاجمة على الفرار وضمن خروقاتها لوقف إطلاق النار أطلقت قناصة ميليشيا حوثي نيران أسلحتها صوب مدينة حيس وقالت مصادر محلية أن الاعتداء الحوثيين تجعانه إصابة المواطن عبدالله طالب حمنة بجروح خطيرة إثر تعرضه لرصاصة في رأسه أثناء وجوده في سوق المدينة دعت اللجنة الأمنية بمحافظة شبو أبناء المحافظة للوقوف صفا واحدا في وجه دعوات الفوضى والتخريب وقالت اللجنة الأمنية في بلاغ الصحفين محاولات تغليف أعمال الإجرام والفوضى تحت غطاء تظاهر يضع الدعين له أمام المسئولية القانونية وأكدت أنها ستقوم بمسئوليتها الوطنية في حماية أمن والسقرار المحافظة ولن تسمى حليق والتخريب تمرير مخططاتها وستتعامل بحزم أمام كل دعوات الهادفة للعبث بأمن والسقرار المحافظة أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل انطلاق العام الدراسي للمرحلة الأساسية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى شهر أكتوبر المقبل وقالت الوزارة أنه بناء على قرار لجنة الطوارئ العليا سيتم تأجيل بدء العام الدراسي للمرحلة الأساسية ورياض الأطفال إلى الرابع من أكتوبر نظرا للسمرار تفشي فيروس كورونا وعدم توفر أدوات السلامة حتى الآن إضافة إلى القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين وعدم توفير الكتب المدرسية وأشارت الوزارة أن انطلاق العام الدراسي للمرحلة الثانوية سيظل في موعده المحدد مسبقا في السادس من سبتمبر المقبل نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة